السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 25 أكتوبر القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و33 دقيقة من مساء يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 44 دقيقة من فجر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها على منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه اليوم موجود في برج العقرب معناته اليوم ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا وإحنا بنكون بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ما يمكن ينفجر عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا خلال هذا اليوم الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم مثل شراء منزل أو استئجار منزل أو قرارات مهمة فرعية من نسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المضايد لبرستاتا عظم العانة والجينات أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة اليوم من إجراء العمليات الجراحية لإلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية إلا بالطريقة للأشخاص اللي ما بهمهم كثافة الشعر أو بعانوا من كثافة الشعر فما في أي مشكلة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأحد يبدأ الساعة 10 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 3 أيام الساعة 5 و 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من أبدأ باليوم الرابع نسبة الإضاءة 8% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 30% القمر في العقرب حتى يوم 16 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الصباح سعيد بنسبة 100% في ساعات المساء سعيد بنسبة 85% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن إذن اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء منكم أشخاص ممكن يهتم ببعض الوثائق أو المعاملات اللي بتتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء عصابكم نفرد صوتكم لا تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو هيك تحس بأنك مظلوم أو الأمور مش ماشي معك مثل ما بدك لا تيأس وكون صبور لعلك تنجح برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة كافي من الراحة وما تسمحوا لأي شخص بأنه يشي تشكك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازوا هذا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك نوع من أنواع التقدم خصص وقت لعائلتك أيضا أنت اليوم مشعون بالحيوية والحماسة وعندك قدرة لمتابعة مسائل وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لعائلهم وممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة فترة متوترة جدا ممكن تضطر للإهتمام بأحد الإخوة أو أحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطه في الدراسة والتنقلات أو السفريات القصيرة أو الاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وللتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات حاول أنك تتفاعل بالخير وانطلق وسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك في بعض الانشغالات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بما أن القمر صار موجود عندكم أهم شيء تبادر لخطوة جديدة من شأنها نهدع من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك بممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره أو تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بمهمة طال انتظارها وفيه إش جديد رح يدخل حياتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتجتازه بصورة عامة يوم يعني غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب صحيا أو نفسيا أرغم عدم موجود أي مخاطر بس انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة يعني أعمال بشكل روتيني وحاضروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض بتكون قليلة فما تجازفوا بانتظاركم تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير بلا تحقيق النجاح المطلوب تفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم ونيل رضا المسؤولين ومنكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بل كن هادئ لأنه شوي هاي اللحظات بتشكل نوع من أنواع التحدي ممكن تكون غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات وبعضكم ممكن يكرم أو يحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباءكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرح لإنفراج أو تسوي مهمة وبعضكم ممكن يهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء